بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأهل الأحبة في الأردن العزيز الشقيق شقيق الروح والتوأم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا اليوم العظيم المبارك يوم الجمعة وأنتم تشاركون أهلكم في غزة وأهلكم في القدس وفلسطين في هذا التفاعل والتضامن والتأييد والحفاوة بنصر غزة الذي أكرمنا الله به جميعا حياكم الله وجزاكم الله عنا كل خير أشارككم في احتفالكم المهيب بثلاث نقاط النقطة الأولى نعم لقد أعدت المقاومة الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام المظفرة أعدت للدفاع عن أرضها وشعبها وقدسها العدة أخذا بقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولكن كل ذلك ما كان مجديا لولا لطف الله لولا فضل الله لقد بذلنا كل شيء مما نستطيع صنعنا وهيأنا وخططنا ودبرنا وكان الجهد الأمني والعسكري عظيما ولكن فضل الله علينا في أن تصيب أسلحتنا وأن ينجح إعدادنا وأن يظهر المقاتل الفلسطيني أفضل ما عنده كان الفضل في ذلك لله مصداقا لقول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كان إخواني في غزة يشعرون أن استخباراتهم العسكرية على سبيل المثال كانت جيدة ولكن الله لطف بهم وستر عليهم وأعانهم وفتح عليهم وجعل هناك الإصابات المحددة الفاعلة والنجاحة الاستثنائية في عمليات الاختراق من فوق الأرض ومن تحت الأرض ومن البحر ومن الجو وهذه المفاجآت والإبداعات هذا نموذج أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات حين يلتقي الإعداد والأخذ بالأسباب وفق الاستطاعة بلطف الله وتوفيقه ونصره إننا حين نعد وفق الاستطاعة الله يعطينا فوق استطاعتنا ذلك وعد الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إن معركة غزة قدمت لنا أنموذجاً لإمكانية الانتصار حين كنا نرى الفارق الهائل في الإمكانات وفي موازين القوى وفي التأييد الإقليمي والدولي وفي ما يملكه عدونا من قدرة وخبرة طويلة وسلاح من الشرق والغرب كنا ندرك أن المسافة كبيرة ولكن كنا على يقين منذ أن انطلقت حركة حماس قبل ما يقارب ثلاثين عاماً كنا ندرك أننا سننتصر على هذا العدو وسنستعيد أرضنا وقدسنا ومقدساتنا أما بعد معركة غزة أما بعد معركة غزة فأصبحت الصورة ماثلة للعيان أننا قادرون بإذ الله على انتصارنا على هذا العدو قادرون على هزيمته قادرون على استعادة أرضنا وحقوقنا ومقدساتنا بجهد أهل فلسطين وجهد العرب والمسلمين وجهد الأحرار في العالم فإنها معركة الحق والعدالة إن شاء الله النقطة الثانية أيها الإخوة الكرام أياتها الأخوات الكريمات إنها النموذج العظيم الذي رآه العالم العربي والإسلامي بشكل خاص في غزة ما هو؟ إنه نموذج الجهاد والاعتدال معاً لقد أثقلت أمتنا بنماذج مختلفة تفارقت فيها مسألة الجهاد مع مسألة الاعتدال وما أحوجنا اليوم في نموذج غزة أن نرى الإثنين معاً جهاد واعتدال هذا ما تحتاجه أمتنا هذا هو النموذج الملهم لشباب الأمة وشاباتها إعداد وجهاد وجهاد مع اعتدال في الفكر والسلوك والسياسة حين تمتلك الأمة القوة والقدرة مع وسطية الفكر واعتداله ومع العقل السياسي المنفتح على محيطه وأمته وإقليمه والساحة الدولية عند ذلك نكون قدمنا النموذج الناجحة والذي يليق بأمتنا والذي يليق بعدالة قضيتنا وبإنسانيتها ونكون قدمنا الصورة المشرقة لقضيتنا أمام العالم فلذلك غزة اليوم ونموذج حركة حماس وحركات المقاومة المشابهة لها على أرض فلسطين تقول لجيل الأمة الصاعد هذا هو النموذج الذي يستحق الاقتداء ويستحق التقليد الذكي الواعي حتى تنعم أمتنا بسلام داخلي لا تشدد فيه ولا تطرف ولا اعتداء فيه على الحرمات والدماء وتكون قوتنا كلها موجهة للعدو الخارجي النقطة الثالثة هذه أمة أصيلة نعم شغلت في سنواتها الأخيرة بهمومها بقضاياها المحلية بجراحاتها وحق لها أن تشغل بقضاياها الوطنية فهذا حق الشعوب ولكن قضية فلسطين ما غابت ولن تغيب لحظة عن ضمير أمتنا وعقلها كانت فلسطين وقدسها حاضرة في ميادين الأمة فما إن جاءت معركة غزة معركة العصف المأكول حتى رأينا الأمة تنفعل كما لم تنفعل من قبل بقضية فلسطين هذا دليل الأصالة ودليل عمق ارتباط الأمة بقضيتها كيف لا والقدس قدس الأمة وأقصى أقصى الأمة وفلسطين هي أرض الإسراء والمعراج وقبلة المسلمين الأولى وهي لها مكانة استثنائية عند المسلمين والمسيحيين على حد سواء وكان الأردن العزيز هذه الأرض المباركة أقرب البلاد إلى القدس وإلى بيت المقدس إلى هذه الأرض المباركة المقدسة هذه الأرض أرض الأردن الحشد والرباط والأصالة ونحن وإياكم شعب واحد وقضية واحدة هذه الأردن أخرجت كل ما فيها من خير فجزاكم الله خيرا جزى الله الأردن أرضا وشعبا وكوادر وقيادات جزى الله الحركة الإسلامية التي قادت كل هذا الحراك مع شقيقاتها وأخواتها من القوى الوطنية والإسلامية مع الحركات الشبابية مع القوى الشعبية بكل أشكالها مع الحركات العشائرية مع الأردن شرقا وغربا شمالا وجنوبا جزى الله الأردن بكل ما يحتضنه من شعب ذكي أصيل الذي تفاعل في ميادينه وكان في بداية الحرب وفي أوسطها وفي ختامها وبعد نصر غزة كان دائما حاضرا بتفاعله بدعمه المالي السخي أثبت الأردن أنه من أغنى البلاد بتفاعل شعبه أثبت الأردن أن دعمه الإغاثي وأن قوافله إلى غزة لم تنقطع ودعمه الطبي جزى الله الأردن رسميا وشعبيا على ما قدم أسأل الله أن يحفظ الأردن العزيز ليكون حضن فلسطين ودرعها وسندها والله يبشركم بالأجر يا أهل الأردن فكما قال حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء هذا الذي سيحفظ الأردن وهذا الذي سيحفظ بلادنا العربية والإسلامية التي ما بخلت شعوبها ولا حركاتها ولا علماؤها ولا رجال الفكر فيها على قضيتنا جزاكم الله خيرا اليوم نصر على طريق التحرير وغدا نقترب أكثر من لحظة التحرير حتى نصلي معا في ساحات المسجد الأقصى المبارك ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر